برحب بيكم ثانية عزيزيزيزي مشاهدين نرحب خبير التحكيم المتميزę بنرحب الخبير التحكيم المتميز لكن ناصر عباس من هوar كده تعالى كابتن أيمان تحت الكل مشاهدي کرتن hack all the legal apparently ايه الاخبار النادالي ق through email ان شاء الله خير يما الجيد في في ضيار نقولي يارب nouvelle النهرة النهردة للنادال الاهل ربنا يعرف ل из ihnen TRZ مبارا صعب وخارج الملعب وايضا كابتن أيمان هتكون مبارا صعبة تحكيميا دايماً تعرفنا للأهل دايماً مباراته خارج الملعب بتبقى مبارات صعبة تحكمياً عشان كده بنكلم النهاردة كابتن أيمن في الحكام اللي تعينوا في هذه المبارات أبدا أكلم ليه على الحاكم عبدالعزيز بول هو الحاكم الأساسي أعجب أن موريتانيا النهاردة كابتن أيمن متخش بحاكمين النهاردة الحاكمين دولة لمشين كواس قوي قوي في الاتحاض الافريك ومتصنافين اللي هو عبدالعزيز بول هو الحاكم اللي هيحكم مبارات اليوم وعندهم حمدان بيدا اللي هو حكم أيضا حكمنا في دور المجموعات في دور أفطال أفريقيا النهاردة عابد سبو بنقول اللي هو الحكم ده جابتين ده كابتين قيمة لو تفتكر في شهر 12 قدر لنا مبارة نادي الأهلي والهلال السوداني كانت هنا في القاهرة اللي نادي الأهلي يفاز فيها ثلاث أهداف مقابل لشيء الجن الأول أحرازه وسجله كان كهرباء دي عشرين وحسين الشحات جاب هدفين هدف دي 64 وهدف دي 80 كان عابد سبو انت عارب ان انا الحاجات دي كنت لا برجع لها على الأحسابات عندي لما دورت على الأحسابات عندي كابتين أيمان لقيت ان هو ما عندوش مشاكل في المباراة إطلاقا يعني حينما يكون في حكم عنده مشكلة مثلا في كرر مؤثر بكتب في الملحوظات كده ان هو عنده راكل جزاء عنده هدف عنده كارت فلا ما دورت على هذين المباراة برا دي كانت بتاريخ اتنين اتناشر عشرين اتنين وعشرين مرة الناده اللي صعد بيها لدور الأفضل كان هو الحاكم وبنفس طاقم التحكم اللي النهاردة هو هم هم يعني عنده حميد وعنده محمد يوسف وعنده موسى دياو اللي هو الحاكم رابع المشكلة تاني حقول لك هدفين أيمان كنا مرة بقول ماكفيش فار ودي مشكلة ودي مشكلة كبيرة جدا وللأسف يعني في مرة تصفات كاس عالم حصلت مشاكل التحكمية بسبب الفار ركلة جزاء تم احتسابها بالخطأ وركلة جزاء لم تحتسل امبارح شفنا في ماتشي ميدياما كرة تعدت الخط اه ولم تحتسل لان كانت فيه فار بس كنت نقيم حاول حاجة مهمة جدا طيب انت مش عارف تطبق الفار طيب عندنا حاجة اسمها تكنولوجيا اللي هي جول لاين تكنولوجيا طيب هل من يعني يعني أضع في الإيمان خلي التقنيدية موجودة دي بيخلاف تقنيد الفار يعني ما يكون فيه جول لاين تكنولوجيا ديت بتسهل الحكم لما بتعدي الكرة بكاملها خط المرمى بين القائمين وتحت العرضة بتدي رن رن على او برز دي الحكم او بتدي اشارة حكم بيحتب هدف او بتيجي هدف وبن تحزبش بتبقى مشكلة هرجع العبيد زبوة بيقولي النهاردة برا هو حكم كابتر الأيمن كويس المشكلة النهاردة الجماهير وتأثير الجماهير على هذا الحكم ولكن زي ما يقول في القاهرة هو الناد الأهلي سهله المهمة صح دي مهمة جدا هناك حنشوف النهاردة هل اداؤه هيتأثر بالجماهير اللي موجودة هناك ولا هيكون بنفس المستوى الموجود تمنى طبعا ان شاء الله ليعبي الزبوة النهاردة لأنه هو ماشي كويس صحي يعني هما الاثنين ماشيين كويس مراء يعب عزيز المبراء بنزلك مهمة تمنى نكون أخطائك وليلة ما تأثرشي ولا تتأثر بالضغوط بإذن الله كابتن عيمن إن شاء الله لله القادر إن شاء الله النهاردة بإذن الله يجيب نتيجة إيجابية ويبقى أول المجموعة بإذن الله معلمات صغيرة كده إن شاء الله بعد المبراءة أنحلل أداء التحكيم بإذن الله كابتن كل التوفيير نادي الأهلي ولينا نقاء آخر بعد المبراءة إن شاء الله شكرا